بالوقت يا فقش هنلعب مع بعض ماذا لو هسألك سؤال وهيطلع لك ثلاث صور فيهم ثلاث اختيارات ولازم تختار اختيار من الاختيارات دي اوكي تمام يلا السؤال الاول لو ما بقاش فيه غير اغاني شعبي وانت هتعمل دوتو مع واحد من المطربين دول فتختار مين عبدالبسط حمودة ولا محمود الليسي ولا بوسي هعمل دوتو مع بوسي بوسي طب ليه بوسي عشان يعني انتفاهم خلاص بقى اكل ايش بقى وهي يعني ده يطلع ناتج جميل هي صوتها رائعة طبعا ايوة يا بوسي يا جامدة واحلى سعبة وتحيل بوسي طيب لو رجعت بيك قالت الزمن اللي ورا وهترتبط بفنانة من الفنانات دول ترتبط بمين نجلق فتحي ولا ميرفت امين ولا نبيل عباد ناخد نجلق فتحي وساقفة جميلة نجلق ياريتنا انا نجلق فتحي يا رب ليه يا رب ما خلقتنيش نجلق فتحي يا رب ليه يلا طيب لو انت مكنتش محمد فقال وكنت مغني شاب من اللي موجودين دلوقتي كنت تحب تبقى مين من دول تامر حسني ولا حمائي ولا واق الجسر تامر حسني ولا حمائي ولا واق الجسر تامر حسني طبعا ساقفة نجلق جم تامر حسني طب اشمعنا حمائي حمائي يعني زميل الكفاح مع بعضينا تامر حالة غنائية منفرد تفكرني بنفسي وانا صغير يعني من الاول ما بدأت كده اللي هو انا بغني اللي انا عايزه طيب لو انت رجع بيك الزمن والمفروض ان انت هتعمل فيلم بطولة مع حد من الفنانات دول ساعة خاصة لو هتحطوها هيا دي لا مش مش فنانات فنانين رجال اختار مين محمود عبدالعزيز ولا احمد زكي ولا نور الشريف اقسم بالله ما اجاوب لا ايه دا منفعش تلاتة بكل بكل يعني وليها الشرف يعني منفعش حد فيهم متقال فيه كلمة طبعا تحية ومساقفة كبيرة ليهم هم التلات بس متحرفش علي تاني بقى يا بخش بقى انت بتضغط علي يا جامد قوي بصي للصورة لا معاك حقب صورة بصي للصورة زيحيا ولا محمد رحيم ولا عمرو مصطفى دا وليد سعد طبعا الجامل جدا وليد سعد وتحية لأبو فجر طبعا طبعا وليد سعد هو حساس كده زيه قوي جدا دا بليخ حمدي الوطن العربي صح ودي حقيقة مش كلام وليد لو قسنا نجاحاته هتلاقي وده ما يقللش خالص من نجاحات الآخرين اللي موجودين دول لانهم ليهم علاماتهم الكبيرة والجيدة خاصة أنا عمرو مصطفى يعني صح بأمانة عمرو مصطفى أنا شابه لي في الفترة اللي فاتت دي كلها هو أكتر شاب كان متحمس بيعمل أغاني وطنية وقدم الأطفال في مناسبات وطنية وبحيي عليها جدا جدا وهي حد يقول فيه غير كده يبقى بيظلموا ويبقى صح بحيي بجرد هيا جديدة لعمرو مصطفى الجميل وليد سعد بقى بتاع يعني ده أنا لو حبيبك ويمة يا نور عناية ويعني ده عسا ده ده هيتإحساس صح فيش كلام في وليد وصوت صوت حساس جدا جدا ولكن هو ظلم الصوت ده وصاد إنه هو يقدم ألحان وتجارب لأصوات كتيرة جدا منهم محمد فؤدي صح طب قولي بقى لو نفس الموضوع بس مع الشعر بتختار مين الشاعر برضو اللي سلمه نفسه عزي بتخصرين أوه لا والله يا أبدا شاعر بقى تغنيل وتروحها يا تكمين أمير طعيمة ولا أيمن بهجة أمر ولا خالد تاج الدين خلت تاج الدينة مش تخلتش معانا يعني مع احترامي الكامل ليه طبعا ما بس مع ما تقابلناش قبل كده نعمل لاتنين تانين دول بقى يعني ما أنا أصل جاي بلك السرعة عشان عارفة أن أحطك بين أيمن وأمير أيمن وأمير أيمن عمل معايا خطوط حمرة لتيتر بتاع الساقة الله آمين يا رب العالمين للشيخ الشعراوي وليه يعني عمل معايا أول تجارب ليه كان دمعتين الله في ألبوم حبينا زمان لا وليد أيمن باجة أمر مش حد عادي بالنسبة لي يعني من أسباب نجاحات محمد فؤاد ليه فضل كبير في في تاريخ محمد فؤاد أمير تعيمة هو المجدد لمحمد فؤاد وعاش معايا سنتين ولا سنة ونص بنعمل في ألبوم ابن بلد وبعديه كان أصيلي أصلي وحد در بقى من أريح الناس اللي اشتغلت معهم في حياتي وتحية كبيرة جدا للشاعر أيمن بهجة أمر طبعا وأمير تعيمة طيب قولي لو هتعمل دوتو مع مطرب قديم وده سؤال صعب تختار مين من الفنانين الكبار دول شفت أنا شاورت ووطلع هناك عبد الحليم أنت حاسم والله ووطلع هناك هو يعني عبد الوهاب ومحمد فوزي لا هلوين جدا طبعا طيب عبد الحليم عبد الحليم وفوزي ده 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 يعني ما قدرش عليه خالص يعني حدش يقدرين حياته عبد الوهاب خالص دول سهلين بساطة يعني زينا كده إنما ده حرم كبير مع وماما زمانها جاية وهنا الحلو حياته وروحه وقوله إيه ده يفسحك معاه في أي حتة وتخرجه مع بعض مبسوطة وحبه مع بعض وده يهزر ونبقى يعني يبقى تحية كميرة للفنان العظيم عبد الحليم حافظ لو كنت ممثل كوميدي وإنت أصلا كوميدي وعسل يعني بس لو كنت ممثل كوميدي بقى من اللي هو اللي إحنا شلناه من جسمك بقى كده وبقيت حد تاني تبقى مين من دول اسماعيل ياسي لأ مجداد ميكي ولا سعب ولا هنيدي كوميدي كوميدي لأ يعني دول يعني دول معاديين في الكوميديا مراحل محدش يعرف إجابة كممثل عادي ما انت هتبقى واحد فيهم آه يعني آه آه انت هتعيش قصة حياته حياته اللي في النص ده محمد سعد كارسي ده وتحية كبيرة لمحمد سعد العسر ما شاء الله يعني يعني أنا بقي لي اتنين بس يكلمونوا بأصحابي لا أنا المهم إن أنا موجودة وحبك ده بالدنيا وبعدين ده افتراض اللي يزعل من الافتراض يبقى عنده اعتراض إحنا مالنبيه ما علينا طيب لو هتختار واحد من دول يبقى هو نقيب الموسيقين تختار مي أمير عيد ولا عبدالباسط حمودة ولا أكا وقرتيجا بس خدي بالك بقى مش مش كلام عباسط ده فنان كبير قوي فنان كبير وموسيقيا ده يتمزيك دير أنا بعتبر دايما بعتبر دايما الشغل النقابي بياخد الفنان من شغله الحقيقة فبيتظلم كفنان هو ممكن ياخد الصفة دي شرفية يبقى حدي بيدير الحكاية دي عشان هو يبقى بيخلي باله من شغله ده ما يمنعش أن وجود الأستاذ هاني شاكر بقيمته باسمه في هذه المكانة أنا سميتها انتحار كلمته في مرة وهو قبل وداخل في الانتخابات وبقوله ده انتحار وتشكر عليه الموسيقين مصر لابد أن يشكروك عليه أنت قيمة بالنسبة لنا كبيرة جدا جدا فمعنى أن أنت تفضي نفسك للهم ده يعني أنت كده بتحط يعني تاريخ فنان بنعتزي بيه كلنا على المحك يعني ومتشكرين وكلنا هنقدر لك ده وربنا عينك يعني فهي مهمة لفنان ناس عايزة لابد أنها تبقى شرفية ويشوف شغله يعني هو طيب يعني برضه يبقى مين فيهم أعتقد أن عبد الباصد ومبروك على عبد الباصد حمودة نكابة الموسيقيين ألف مبروك يا سعد النقيب وياريت بقى حتك تجينا تصريح نغني كده أغنيتين واللحاجة بقى خلينا نجلجل وندندن يلا نروح السؤال اللي بعد فيه لشه لو هتعيش على جزيرة فاضلتها أسئلة هاي وكده لو هتعيش على جزيرة لمدة سنة كاملة فاضية وما فيهاش حد غيرك انت ليه وحد كمان اين اختار مين بقى يبقى الحد ده غدب رهيب ولا عيشت كلاني ولا سمن مصري يقسع الدعك العسل خلاجي خلاجي بسراح عيشت كلاني وتهي يا جزيرة عيشت كلاني طبعا طبعا ده أحلى ده تبقى أحلى سنة في الدنيا شرفه طبعا اه الله اه انت بالحب يخفت الدم اه طبعا وفرق معك الروح كفايا بقى يعني اه يعني الروح كفايا نموزز بقى روح نفك طيب قللي الممثلة الأنجح في الجيل الجديد في البناء مين من الفنانات دو منا شلبي ولا دنيا سمير غانم ولا زينة متحكي 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 ده فخ فخ يا مجحة انتو مصممين تخسروني لا خالص والله ده فتران اه فتران مجحة مجحة أعمل مهمة عليها طيب لا 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 بادي شار تلاتة والله هم التلاتة حلوية بس لو عايز رأي وزقي اخليك انت تختار لا 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 انت بختاري لي انت لا لا انت اللي تختار له والله أبدا ده انت بفنا اغلى حاجة عندي لا وحيات غلوتك عندي انت اللازم تختار بس انا اقولك ان هم كلهم عسلات بستخير الأمور الوسط وانت فهم بقى يا موافقك خلاص موافقني مين الوسط مين بولدتي لازم تقوم دنيا دنيا طيب السؤال اللي قبل الأخي لا كفاية دون بقى خلص قبل الأخي نعم نعم هو فضل واحد فعلا مغسر طول طيب يقول لنا هتشوف التلات قسامي اللي هيتلعوه لك على الشاشة عمر دياب هني شاكر ومحمد مونيش على مدار الزمن يعني هم دول اللي فضلين مين يلا بقى هدول لصحابي بقى يعني ايه اللي هو يعني متواصلين بقى انت عايزين تجيبوها يعني لا انا عايزة عارف بقى انه على مدار كده مشوارك الفني وبشوارهم الفني كنت شايف ان مين في الفنانين الكبار دول اللي كان بينفسك في مشوارك الفني بينفسني والله يعني ما وطبعا منافسة دي حاجة كويسة يعني مش حاجة واشة ده بالعكس بتخلينا نطلق احسن من عندنا يعني طبعا بس والله مش مش منافسة لان انا بافرح لكل حد فيهم بنجاحاته دي حقيقة والله يعني وجودهم هما التلاتة مهم جدا ونجحتهم هما التلاتة هما شرف لمحمد فؤاد ولغير محمد فؤاد لاي فنان في مصر يعني عمر قيمة كبيرة جدا أستاذ هاني شاكر وأستاذنا كلنا أستاذ محمد مونير أستاذ أنا وعمري دياب برضو وأعتقد أن عمر دياب هو الصديق اللي بعتزي به جدا 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 عشان بدأنا مع بعض ومشينا مشوار طويل هو كافح فيه وأنا كفحت كل واحد على قدر إمكانياته وربنا وفق كل واحد فيه حسب جهده يعني أنا تعجبني صراحتك جدا وطبعا سقفة وتحية كبيرة للهضبة تلاتة كمان يعني الهضبة طبعا الهضبة عمر دياب وليهم ومه التلاتة بس طبعا إحنا كده عارفنا إن كانت المنافسة ما بين عمر دياب ومحمد فؤاد والحمد لله إن المنافسة دي طلعت لنا أحلى الأعمال اللي إحنا بنستمتع بيها لحد دلوقتي وتحية ليهم كلهم طبعا آخر سؤال بقى بص السؤال ده حلو بقى وهيطر علينا القاعدة انسى بقى اللي فاد ده كله مش هتخسر حد تاني الحمد لله هنفترض إن محمد فؤاد غير متزوج ولا عمره كان متزوج شغيل والفنانات اللي هنشوفهم مرة مقدور عليها نراضيها بالزبط لو على زبط ما دي اللي فاضلة بقى كده ما فيش لبيت ولا حاجة خارج شغيلة أنا بقى شغيلة ماشي؟ الحسار كله الخطة كده هتختار واحدة وقدامها التانية مثلا هتطيارها هتطلع لك واحدة غيرها بتفضل تختار كده حد ده مشوف مين اللي هتكمل معي امام؟ اوالله دي حلوة اوالله حلوة دي جماعة يال حلوة بنلعب يا جماعة ايوة فما بين نيكول ثابة وشرين شيرين شيرين تكسب معانا بس مش سريع السريع يال وما بين شيرين وامال ماهر شيرين برضو ولسه شيرين مكملة معانا وما بين شيرين وميريام فارس اه يالله اهو اللبناني دخل بقوة بعد اهو دخل برجلو اليمين وايه زاليش يا شيرين معلاش يا شيرين وميريام فارس طيارة شيرين ولسه دلوقتي هنشوف ما بين ميريام فارس وأنغام نعتزل لأنغام نعتزل للفنانة أنغام عشان يعني لا ده هو افتراض بس يعني اللبناني لسه مكملنا عشان بس يعني عشان يطر على لنا الوحدة العربية يعني أنغام مش نزعل مننا طبعا طبعا وما بين ميريام فارس ونانسي عجرم وكده تنيل لبناني دخلوا في المسابقة والدنيا علي تقوي نانسي عجرم وش على طول اوعى بقى يا نانسي نعتزل لميريام نعتزل لميريام طبعا تريح شوية ما بين نانسي عجرم وماية دياب اهو كده المنافسة اشتدت بقى واحتدت والوتد شد اوي صراحة يعني مية وتد جامد خليباني انا عارف والله العظيم يعني انت داخل على صحبتي جدا وجلعة جدا وانسانة رائعة ايه نانسي عجرم بقى بعد ما صحبتك كبير ودلوقتي الجولة النهائية وبعد ما اختار نانسي عجرم بقى دخلنا بقى في الشديد اوي نانسي عجرم وهيفة واحبي نانسي عجرم وهيفة واحبي نانسي عجرم هيفة بتطير الكل ايه؟ هيفة بتطير الكل طبعا بس انت سيد الكل طبعا 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 صعبة صعبة بجد ما بصي هيفة صحبتك جدا واحنا صحاب جدا بجد بس انت ستيلك نانسي وراعه وقعقه ودماخ خفيت جدا دي عسل اهو مشكلة اه نانسي نانسي انت حبيبها مش حبيبها كمان يعني هطلعت يعني قالت انا ما بسمعش غير محمد سويد انت حبيبها هي قالت فمرة فعلت طب انا ما بسمعش غير محمد سويد يا حبيبت ربنا خليك ايه بقى ينفع الاتنين و لا لازم واحدة نانسى نانسى وكسبت نانسى عجرم قلب محمد فؤاد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة